جددت ميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا حشد عناصرها إلى مطار سقطرة لليوم الرابع على التوالي وقالت مصادر محلية إن عناصر الميليشيا أقدمت على تعطيل العمل في المطار من خلال منع دخول الموظفين وجهاز الأمن القومي والسياسي لتأدية أعمالهم هذا وتواصل ميليشيا الانتقالية التحريض ضد الوجود السعودي في المحافظة على خلفية إيقافه رحلة طيران إماراتي إلى سقطرة